اشتركوا في القناة اتلق اليوم الحوار الوطني للعدالة الانتقالية بندوة اشرف عليها رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي جبالي الذين اكدوا في مدخلاتهم ان العدالة الانتقالية افضل طريقة لبناء المصار الديمقراطي وفق منهج المحاسبة والمصارحة ثم المصالحة وحضر هذه الندوة مجموعة من ممثلي الاحزاب والحقوقيون ونشطاء المجتمع المدني المهتمين بملف العدالة الانتقالية كل الطرق وكل المسارات هي ببداياتها المفروض انه يكون مسار عدالة الانتقالية شفاف واضح عنده اهداف محددة حول وفاق وطني ويكون محدد بمراحل نتائجها تكون ايضا في طار سقف سياسي ومنتظرات ومخرجات محددة وواضحة واعتقد في كل حالات انه اذا توفر الوفاق الوطني سنكون ماشيه بالطريقة للسريب نشاطه ماشي مصلحة للحكومة ولا للمجموعة الوطنية فان يظل مئات من رجال الاعمال ممنوعين من السفر اموالهم يتلاعب بها القضاة او المتصرفون والمحاسبون وهم يرون نحن نريد ان نطلق سراحة هؤلاء ولكن بعد المحاسبة وبعد التدقيق ما الاحظه هو غياب الاطراف الرئيسية في مجال العدالة الانتقالية واعني بهم الضحايا انفسهم يعني لم ارى ان هناك ممثلين عن الضحايا لم ارى هناك جمعيات حتى لم ارى ضحايا ولم ارى حتى جمعيات اخذت كلمة للحديث عن الضحايا بصفة عامة كما تم الاستماع الى نماذج من تجارب عالمية للعدالة الانتقالية بحذور خبراء اجانب تم توفير عدد من برامج التأهيل لفائدة العاطلين عن العمل بولاية كبلي حيث انتفع 14 باعثا جديدا من منحة مرافقة للمساعدة على متابعة المشاريع في افضل الظروف اضافة الى تواصل تأهيل 25 طالب شغل اغلبهم من الاطارات من تكوين في روح المبادرة وبعث المشاريع وتدعم المصالح الجهوية للشغل في ظل انعدام التوظيف المباشر الى مثل هذه البرامج بغاية تيسير اندماج العاطلين عن العمل في سوق الشغل اكد الوزير المكلف بالاصلاح الاداري محمد عبو ان اقبال المواطنين للاجابة على الاستبيان الذي وضعته رئاسة الحكومة والمتعلق بتنقيح التوقيت الاداري يعد ضعيفا الى حد الان مشيرا الى ان التقليص في ساعات العمل الى خمسة ايام في الاسبوع له فوائد اجتماعية ونفسية على الموظف عموما وعلى الاسرة التونسية تشهد ولاية الكيف هذه الايام ازمة حادة في مادة الانسمنت رغم تواجد معمل ام الكليل الذي يوفر سنويا اكثر من مليون طن من هذه المادة الحيوية في قطاع البناء وفي تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالجهة هذا وقد خلف نقص مادة الانسمنت في مختلف ولاية الجمهورية وبغض النظر عن اسبابه الحقيقية والمبررات التي قدمتها السلطة الرسمية خلفان عكاسات واضطرابات على السوق وعلى نشاط وعمل المقاولين وعملة البناء وتجار وموزع هذه المادة كما توقفت عديد المشاريع واشغال البناء وفرضت البطالة على الاف العاملين في القطع وبقية القطاعات المرتبطة به في الجزائر احتجت المغرب امس على حضور وفد من جبهة البوليساريو الذي يطالب باستقلال الصحراء الغربية الى مراسم تشيع جنازة الرئيس الجزائري السابق احمد بن بلا في الجزائر وعلى اثر هذه الاحداث قرر المغرب صحب الوفد الذي ارسله الملك محمد السادس مكونا من رئيس الوزراء عبدالالله بن كيران ومستشار العاهل المغربي الطهر الفيسي الفهري مما اسهم في اشكال دبلوماسي بين البلدين اجتمعت اليوم الدول الخمسة عشر الاغضاء في مجلس الامن الدولي للتصويت على مشروع قرار يسمح بنشر مراقبين دوليين في سوريا لمراقبة تطبيق وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ الخميس الماضي ويذكر ان روسيا سبق وان استعملت الفيتو لمنع اصدار قرارين امميين بشأن سوريا منذ اندلاع الازمة في حين تواصلت سلسلة الخروقات التي نفذها النظام السوري ازاء اتفاق وقف اطلاق النار حيث قصفت اليوم قوات الاسد احياء في مدينة حمص لمدة ساعة تقريبا اسفرت عن مقتل شخصين حسب ما افاد به ناشطون اكدت الخرطوم ان الجيش السوداني اصبح على بعد كيلومترات قليلة من منطقة هجليج النفطية التي احتلتها قوات دولة جنوب السودان الثلاثاء الماضي وكان مسؤول في دولة الجنوب قد اعلن ان حدة المعارك انخفضت بين البلدين بعد ثلاثة ايام من المواجهات العنيفة حول هجليج الحدودية الغنية بالنفط ما دفع وزراء خارجية مجموعة الثماني الى دعوة الجانبين الى ضبط النفس وذلك لتفادي اندلاع حرب جديدة ومن جانبها توعدت الخرطوم بالرد بجميع السبل ضد الهجوم الذي قالت ان قوات جنوب السودان قد جنته ضدها الا ان المتحدث باسم جيش الخرطوم الصوارمي خالد سعد قال في مؤتمر صحفي ان الهجوم المضاد لم يبدأ بعد نحو منطقة هجليج التي نحن الان واضاف ان الموقف في هجليج سيحسم خلال ساعات معتبرا خطط دولة الجنوب في السيطرة على ولاية جنوب كاردوفان قد فشلت استأنفت الجمهورية الاسلامية الايرانية باسطنبول مفاوضاتها مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب بانه يضم شقا عسكريا ويشكل تهديدا على امن منطقة الشرق الاوسط وقال مندوبون يشاركون في المحادثات ان النتيجة الاكثر طموحا لهذا الاجتماع ستكون قرار عقد اجتماع اخر لمناقشات معمقة خلال مهلة معقولة في بغداد على الارجح كما ذكرت تهران ومن جهة اخرى تسعى ايران للرد على العقوبات التي يفرزها الغرب عليها بسبب برنامجها النووي حيث افادت مصادر ايرانية تدير قطاع النفط والتجارة والشحن البحري ان معظم اسطول الناقلات الايراني اصبح غير قابل للتتبع بعد امر من الحكومة باغلاق جهاز رصد حركة السفن في افغانستان قررت الحكومة الافغانية اليوم تعيين صالح الدين رباني رئيسا للمجلس الاعلى للسلام الخاص بالتفاوض والتواصل مع طالبان خلفا لوالده برهان رباني الذي اغتيل في سبتمبر الماضي على يد مسلح ويشغل رباني حاليا منصب سفير افغانستان في تركيا في فرنسا اتهم عنصار المرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي باضعاف مصداقية فرنسا حيال الادارة الامريكية وحيال جميع شركائها الغربيين وجاء هذا الاتهام بعد سماح الاليزي لكاميرا فرنس 2 بتصوير لقاء جمع نيكولا ساركوزي بنظيره اوباما التي اظهرت قوله سنربح سيد اوباما انت وانا معا وقال متحدث باسم فرانسوا هولاند انه من اجل الحفاظ على ثقة وجودة الاعمال الدبلوماسية يقضي التقليد بان تبقى الحوارات المنتظمة بين رؤاساء الدول السرية اشتركوا في القناة